طلاب الحلوين الله يعطيكم ألف عافية إحنا هيك بنكون خلصنا فقرتين وبلشنا بالفقرة الثالثة الفقرة الثانية ما كان فيها إشي محدد عشان أقدر أنا أحكي لك عنه وحط لك عنه فيديوهات وأثبته كتير كانت عبارة عن مجموعة من الأشياء التكنولوجية وأثرها وجودها في الغرفة الصفية هلأ في هون في القطعة هاي الاسم هذي Internet of Things هون في عندي قدرة إني أورجيك أشياء حلوة كتير وبتجنن عشان هيك أنا بلشت هذا المرة هاي رح أبلش لك بفيديو يكون كتير حلو يعمل للموضوع وبعدين في نهاية القطعة بعد ما أحللك أسئلة عليها عادية أسئلة حل عادية أسئلة مقالية وأحللك أسئلة ضع دائرة إن شاء الله تعالى شو رح أسوي راح أفوتك على مجال الفيديو الأخير تبعها اللي هو توضيحي وتثبيتي بفهمك كل إشي عن The Internet of Things لأنه هلأ أنا لما أجي أحكي لك عن The Internet of Things قراءة ما بوظبط وهذا أسلوب تقليدي مش نافع بلاش نكتر حكي تعالوا نروح في البداية على هذا الفيديو اللي أنا جهزت لكم إياه لإني بصراحة ما بدي أبلش أدرس بشكل The Internet isn't just about computers anymore Now all kinds of everyday objects can connect to the Internet Including cars, thermostats, sporting equipment, refrigerators and even shoes خليني أعلق هنا هو بيحكي عن إيش؟ بيحكي عن The Internet of Things The Internet of Things إيش هو؟ خلوني أنا أرجع ورا هيك شوي لأنه أنا حابب أعلق وأنا بطلع على الشاشة أنا وياكم The Internet of Things هو إشي بربطني مع سيارتي سيارتي إذا صار فيها إشي بيعطيني notification عنها إنه دير بالك يا أستاذ محمد سيارتك فيها إشي بلاش إنت أول ما ترجع اتواجه مشكلة عويصة وتنقطع ثاني إشي إلو علاقة بإشي اسمه thermostat حكوا عنه اللي هي موازين الحرارة بيتي مثلا الحرارة فيه منخفضة جدا قبل ما أروح بعطي أوردر إنه لو سمحت دفيلي هالبيت شوي عشان أعرف أعيش فيه أشياء خاصة في الرياضة التلاجئ التلاجئ فيها مشكلة عويصة بتلاقي حالك أنت فيش عندك بندورة فيش عندك كذا مشكلة عويصة آخر إشي الحذاءك ممكن يكون متواصل بالإنترنت تعالوا نشوف ليش قال يعني نفهم هو بيحكي يعني شايفين الموضوع سخيف أنتو ليش ممكن أنا أحتاج أنه يكون بوتي مرتبط بأو حذائي مرتبط بالإنترنت ممكن يجمع لي داتا ممكن يجمع لي طريقة مشي الطفل الصغير فيها غلط ممكن يحكي لي أنه يا محمد أنت إنسان كاسول مش عم تمشي في اليوم كمية مناسبة دير بالك وبيخزن لهذا عتلفوني ممكن يبعثوا إيميل لدكتوري ممكن يحكي لي يا محمد أنت حرقت اليوم الفين كالوري ولكن أنت أكلت ستة فأنت هون عندك بشكل مش طبيعي خيلوا يا شباب طلع إيش اللمبات اللي هناك اللمبات هاي كيف تضوي وتطفي اللمبات والإضاءتك وإنت في بيتك وإنت نايم تقولها اتأكدي أنا مش حابب أقول عن جوجل لأنه إذا حكيت جوجل رح جوجل يجاوب لأنه تلفوني محطوط هون هو بسمع هو قاعد بسمع إيش المفروض أنا أعمل المفروض وأنا نايم أتأكد إنه فيه لق في البيت مفتوح بابي مفتوح سكر لي إياه إيش أسوي أتأكد إنه التلاجة مطفية كذا خليها تشغلي موسيقى أو قرآن لأنه أنا عندي مشاكل في النوم سيارتي أتأكد إيش فيها بنزين عشان بكرة ما أنقطيعه عشان أخذ فكرة إنه قديش بدي إضواه وبضفو إيش إيش بدك يعني هذا اللوك تبع الباب إيش بدك كله إشي مرتبط في الإنترنت of things يعني هم حكوا إنه فيه أشياء كتيرة ممكن أنت تهتملها أشياء كتيرة كتيرة مش بس هالأمور هاي ولكن إذا بتلاحظوا رجعوا حكوا عن إشي اسمه مشاكل واهتمامات في الأمان تعالوا نشوف شو هي يعني هو حكى فيه عدة مشاكل وهلأ رح نتناقش عن هاي المشاكل كمان في الكتاب عشان تعرف إنه كتابك مش جاي من الفضاء كتابك جايبينه من آخر الأشياء آخر الأمور اللي متعلقة باهتمامات الناس ويقول لك فيه security concerns أنا مثلا ما بدي حدا يعرف وين بروح وين باجي لأنني بدي أروح وقاجي بحريتي ما بدي حدا يفوت على الجوجل تبعي ويتمكن من إنه يعرف أنا وين شكرا لكم هذا الفيديو أنا هيك حطيته تحفيزي عشان أورجيكم قديش إنه الأمور تطورت وتغيرت مش ممكن إحنا نتمكن يا جماعة الخير من إنه نعيش بدون ما يكون عنا تطور ما بيصير يعني أنا عملت جوجل classroom عشان أمكنك من إنك إيش تعمل من إنك تيجي وتفوت وتحل multiple choice questions قد ما بدك ليش يا هل ترى علشان أنت إن شاء الله يا أستاذ في المستقبل رح ينطلب منك هذا الإشي بطريقة رائعة جدا وخرافية عشان أورجيك إنه إحنا لازم نكون مترابطين في التكنولوجيا كتير كتير فلذلك رح أبلش هلأ في إني أورجيك كيف بدي أتمكن من حل هاي الأسئلة بعد ما ألخص عشان إيش أسوي يا أستاذي عشان ما أكون إنسان بحفظ حفظ لأنه عالم التكنولوجيا هلأ وعصر التكنولوجيا أستاذ ما عاد بسمح لحدا إنه أحفظ هاي القطعة التالتة اللي موجودة في الوحدة الأولى تعالوا نتعلم كيف بدي أنا أخصرها بدي أجعى أول كلمة access وأنا عودتكم إني أشأ أسوي عودكم إني أحط الكلمات كلها لأنه هاي الكلمات موجودة بهاي الطريقة في الكتاب أي أحد أحاطط كلمة واحدة أعتبر إنه هو دمرك ليش أنا عندي كلمة اسمها access هذه عبارة عن verb محمد كان access أو noun I have internet access internet access هذا اللي موجود تحت في الحيط كمان عندي كلمة accessible هاي الأدجكتب لازم يمر عليك يعني الصفات لازم يمر عليك عشان تتمكن من إدراكها To find information especially on a computer ما بدي أختصرها سهل جدا الوصول إلى filter إيش هو أدالة تصفية a program that checks whether certain content on a web page should be displayed to the viewer بدي أختصرها شو هو a program مثلا checks content should be displayed to the viewer or not identity fraud فرود يا جماعة الخير معناها إيش معناها احتيال هون معناها انتحال الشخصية لأنه في اللغة العربية ما عنا إشي اسمه احتيال الشخصية عنا إشي اسمه انتحال الشخصية illegal actions using the identity of someone else عملة illegal غير قانونية عشان أستخدم إيش عشان أستخدم معلومات حدا identity هويتو كلمة ID identity هويتو عشان إيش عشان أشتري أشياء privacy settings إعدادات الخصوصية controls available طب هون إيش بدي أشوف أنا مثلا بدي أشوف كلمة decide who can see what هادي private who can see what مش الكل بقدر يشوف أي إشي عني security settings بدي أخذها مع كلمة protect تعلم مني لأني لأقدام شوية يمكن أخفف عملية الاختصار هاي لأنها بتأخذ منك ومني وقت satellite navigation system satellite navigation system بخطر كل العملة الباقية طيب باجي هون بطلع هون طلعوا كتير الحكي عن satellite navigation system إذا بدي أخلي بخلي إيش بخلي where you are هاي بخلي بخلي where you are أو بخلي كمان كلمة tells إذا بدي أجل الصح هون أبدأ أحكي إيش satellite navigation system دقيقة معاي أورجيكم tells you that tells you اللي بيحكي لك where you are خلص هيك أنا اختصرتها user المستخدم a person who uses بس بدي هاي طيب إيجيت هلأ للحل قلصت القلم طلعت لفوق إيجيت للحل إيجيتك أخذت لك اللون الأحمر إيجيت حكيت لك you can easily adjust adjust كلمة جديدة easily بسهولة you can easily adjust your فراغ on Facebook بتقدر بسهولة اتحدد وتعدل هادي معناها تعدل إيشي on Facebook so no one can see your private يا السلام إيش بدي أروح أخذ بدي أروح أجي هون أخذ كلمة privacy settings لأنها هي اللي بتواجيك إيشي إردخل في privacy سهلة جدا أستاذي بروح بحطها هون وباجي بكتب إيش privacy settings طيب طبعا أستاذ مع كل فخر واحترام للجميع ما حدش بيعطي أسئلة على هاي المعاني بقول لك خليهم مش مشكلتي أنا بعتبرها مشكلتي ونص كمان I like to experiment with different light on my camera شو في بالكاميرات تبعون السنابشات يا حلوين في filters طبعا أستاذي طبعا أنت اطلع فوق هاي قدامك مفتوحة الصفحة كلها أنا معلش بديش ظل أطلع وأنزل the national ID هوية card system شو بعمل هادا يا أخوان ايش بعمل هاد ايش فيه إلو علاقة في الهوية فوق انتحال الشخصية هذا بمنع يا جماعة الخير ريش اسمه آه هنا help to tighten بيساعد أنه يشدد على security against identity fraud محدش بقدر ينتحل شخصيتي باستخدام الهوية الجديدة most people who live in big countries الناس اللي بتعيش في الدول الكبيرة زي الإمارات زي الأردن زي السعودية زي أميركا use the farag to show them the way عشان تورجيهم الطريق use the sat nav system بسموه navi في السيارات المهم هيك بنكون حلوين وبنجنن بصراحة يا أصدقاء الأعزاء هاي القطعة أنا بحبها من كل قلبي ليش بعرفش هاي القطعة تحكي عن إشي اسمه the internet of things the internet of things بلش هلأ في الدنيا بلش في الأردن بلش في كل مكان شو بعمل the internet of things the internet of things بمكنك من إنك تكون متصل 24-7 24 ساعة 7 أيام بالأسبوع متصل في الانترنت كل إشي له علاقة في الانترنت هلا أنا على سبيل المثال سيارتي بتأخذ انترنت من تلفوني مع إنه في معي ماي فاي أعطوني إياها الشركة بس أنا بستفيد منها بمكان تاني بصراحة البيت كان عندي اشتراك نت عادي بديش أحكي عن الشركة بدلوا لي بفايبر ببلاش يعني بدون ما أدفع أي إشي نفس اشتراكي القديم فصار عندي انترنت كونيكشن سريع جدا وأنا سعيد فيه كتير دغري فكرت أتخلص من الساتيلايت العادي اللي بجيب لي قنوات عادية دغري بلشت أفكر في إشي اسمه the internet of things دغري بلشت أفكر إني إيش أسوي إني أجيب التلفزيون هذا اللي بنشبك على الانترنت دغري بلشت أفكر أطور بشكل مش طبيعي أول إشي عنا إيش عنا unit one reading هذا text number three حاطط لك وين موجود في الworkbook إشي متعوب عليه عشان ما تضلك منفصل عشان لو بدك تدرس على الكتاب أكون أيل لك أنا معك ما تشيل هم وما تخاف مش رح أفصلك عن الكتاب مش رح أسب على الكتاب مش رح يصير من هذا الحكي نهائيا هلا شو بدي أحكي لك بدي أقرأ لك الفقرة الأولى what's the internet of things شو هو هذا everyone knows that كل حدا بيعرف everyone مفرد knows that the internet connects people internet بيوصل للناس مع بعض but now it does more than that it على مين راجعة يا جماعة الخير بطلع وبدخل عشان اللون يضل زي ما هو ات يا حبيبي راجعة على the internet راجعة برضه يا حبيبي على the internet it connects ايش objects لما تنسأل the internet connects people and objects تمام هايو بوصل الناس والأشياء these days هاي الأيام computers often communicate with each other هاي الأيام الكمبيوترات بتتواصل مع بعض computers مش بس الحاسوب computers يا شباب يعني تلفوني أول ما بدخل أنا على الشركة بوصل لي وين على الانترنت تبعها تلفوني بالسيارة بوصل كذا تلفوني بيعرف كم أنا مشيت هيك فاهمين علي شو القصة القصة عبارة عن تطور these days computers often communicate with each other for example تلفزيونك automatically downloads your favorite TV show هذا الحكي شويت عدنا احنا في الأردن ما كان عنا smart TVs من زمان ومشي كتير نجحت اللي نجح أكتر إشي اليوتيوب اليوتيوب من قد ما هو ذكي دغري بعرف إيش انت بتحب بصير يطلع لك هاي الفيديوهات أنا بتفرج مثلا كيف الأجانب بدرسوا بصير يطلع لأشياء عن التعليم فهذا بقول لك بنزل لك your TV show عرضك المفضل بنزله اطلع انت بس تيجي بتحضره or your sat nav system الجهاز هذا عفوا مش ضرور لكم جهاز ممكن تلفونك اللي هو الملاحة ال GPS tells you where you are بقول لك انت وين بتروح بتضيع مرات أنا مرات بروح بضيع بحكي لي أنا وين وبيعلمني كيف أروح this is known as the internet of things إذن المعنى بدك هذا معروف بالانترنت أبو الأشياء and there is a lot more to come وفيه أشياء لسه بلاوي جاية هلأ كطبيعة الفقرات لازم هو أعطاني introduction الفقرة الأورى عبارة عن introduction الفقرة التانية يا جماعة الخير بدي يعطيني أفكار تانية وأكتر تفصيل نظرة إيجابية and easy life حياة أسهل in just a few years time خلال القليل من السنوات experts الخبراء الخبراء هاي الكلمة مهمة الخبراء say that billions of machines مليارات الأجهزة والمكينات will be connected to each other بحيكونوا متواصلين مع بعض and to the internet وعلى الانترنت as a consequence consequence مرت علينا مرة تانية معناها بالعربي عاقبة بس كلمة عاقبة بتحيي إلنا أنها عاطلة ولا عاقبة للمتقين عاقبة يعني النتيجة as a consequence computers will increasingly run our lives الكمبيوترات بشكل هاي حلينا عليها متزايد شو رح تعمل رح run رح مش معناها يركض معناها تدير رح تدير our lives for us حياتنا إلنا هلأ عم بيصير هذا الحكي حداكو حدا فيكو بحب يطلع من البيت قبل ما يرن على شركة اتصالات توصل له التكسع باب داره for example your fridge تلاجتك هاي أصلها refrigerator اختصارها fridge your fridge will know رح تعرف when you need more milk لما انتر تحتاج حليب هلأ هم بيستهلكوا حليب دايما إحنا نحتاج خبز and add it to your online shopping list وضيفه لحالها عن طريق sensors وعن طريق الوزن على shopping list اللي موجودة عندي وين على تلفوني وأنا مروح بدل ما أرن على المرة وبعدين أسب عليها وتسب علي دغري إيش بحكي لها بفتح التطبيق وبطول الليست بلاقي إنه أنا فيش عندي milk فيش عندي خبز فيش عندي فيش عندي your windows شبابيكك will close راح تسكر if it is likely to rain هاي ما بترجع على حدا لإت اسمها non referential non referential اللي هي referential يعني ما بتعود على إشي لأنها بتعود على الطقس والطقس ما بيعد على إشي معين هون it is likely to rain إذا راح تشتي مين هي منعرفش مين اللي بتشتي your watch ساعتك will record your heart rate راح تسجل مستوى نبض قلبك يا حبيبي and email your doctor راح تبعث لدكتورك إنه شوف هذا الزلم عنده مشكلة عشان يتداركه قبل ما يصير لا سمح الله وفا and your sofa وكان بايتك راح تحكي لك تفضل فز قوم من محلك will tell you when you need to stand up and get some exercise وتحصل على التمارين لأنك طولت وانت قاعد عليها إيجينا للفقرة الثالثة يا جماعة الخير هون راح نشوف الناس اللي مع والناس اللي ضد is progress always good progress يعني التقدم هل التقدم دايما كويس many people are excited كتير ناس متحمسين excited متحمس حفظها about the internet of things عن هذا الانترنت أبو الأشياء for them بالنسبة لهم مين هم سمح لي أرجع أحط اللون الأزرق لأنه لازمني إنك تغير for them a dream is coming true بالنسبة لهم هو حلم قاعد بتحقق they say مين هم طبعا أنا ما بدي إيش أكثر نفس الإشي many people ما بدي أكثر خطوط لأنها مليانة ضمائر they say that our lives will be easier and more comfortable كلها هاي شوفوا هاي صفة ملكية حكينا إحنا عن الأستاذ اللي بيحكي عنها ضمير ملكية شوفوا هاي صفة ليش وراها اسم هذا ضمير ليش لأنه ما فيه ورا إشي فيه فعل فهذا ضمير الحمد لله فهم هو أبلش هلأ يحكي عنها إيش صفة ملكية هلأ جينا لمشكلة تانية إحنا بنمر فيها اللي هي الصفة لا تجمع تمام والغريب في اللغة الإنجليزية إن الصفة ممكن تكون أساسها اسم يعني كلمة blue car blue لون صح هو معناها أزرق بس هنا صار معناها إيش ما بحكي عن اللون الأزرق بوصف السيارة بأنها أزرق فبيصيرش تحكي vowels letters تحكي vowel letters تمام زي لما بحكي red cars بصيرش أحكي reds cars المهم نرجع هون بحكوا إنه حياتنا راح تكون easier أسهل and more comfortable comfortable يعني أريح أكثر راحة however others others لازم ترجع برضه على المني people للتانيين others are not so sure مش متأكدين others they من هم others لأنه أنا حكيت many people معناته many people نوعين many people كتار بحبوا و many people كرهانين الانترنت of things many people الأولين بحكوا الأولانيين بحكوا إنه it's a dream is coming true هو حلم بتحقق زي ما أنا بحكي يا سلام أنا هسا كم روحة دار تك أضوي المكيف لإيش واجعة الراس أكون حط لي ثلث أربع فحمات على الأرقيلة تك يشتغل الغاز مش ضروري غاز هو رح يكون كهرباء يولعلي تمام فهمتوا علي كيف يعني إشي تكتكة بس أنا بدي أتحمم هو بيعرف إنه بده ساعة باجي أنا بحدد له إنه بكرة مساء أنا شاور باخد كل يوم two showers باخد شاور الصبح باخد شاور بالليل يشغلي في هذا الوقت عرفتوا علي كيف عبارة عن توفير للطاقة وفي الفيديو الختامي إن شاء الله رح أورجيكم إشي خيال الآخرين بقول لك لا يا عمي they want to keep control on their own lives بدهم يضل معهم مفتاح بدوش السيارة اللي بتضوي على البصمة they want to keep control بدهم يسيطروا على there كل هذا راجع على مين على many people their lives and their own things وعلى أشياءهم التانيين استاذ ليش هاي ما ترجع على هاي ما بيصير ضمير يرجع على ضمير others عبارة عن ضمير بدهم يسيطروا على أشياءهم وعلى إيش حياتهم in addition كمان بيحكوا هما مين طبعا الوزارة مش هتجيب من هون ولا إشي من الضمائر إلا مثلا هاي ليش لأنه تحت بيصير فيها عبارة عن اختلاط في الآراء مرات بتحبش الوزارة توجع راسها they wonder what would happen هما بيحكوا شو راح يصير if it happens what would happen شو راح يصير if criminals managed to شوفوا يا إخوان كلمة managed معناها أدارة بس هون معناها تدبرة أمر بسرات النبي عنها هلأ راح ننتقل دغري لحل بعض الأسئلة وبيكون هذا بالفيديو اللي بعده ترجمة نانسي قنقر